اكدت سعادة السيدة امنة بن تحمد الرميحي وزيرة الاسكان والتخطيط العمراني ما توليه مملكة البحرين في ظل العهد الزاهري لجلالة الملك المعظم وبدعم ومتابعة مستمرة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من اهتمام حثيث لتطوير قطاع التخطيط العمراني بما يعود بالنفع والخير على الوطني والمواطنة وقالت سعادتها انه تنفيذا لامر سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء بالغاية رسوم استرداد تكلفة البنية التحتية المرتبطة باصدار رخص البناء ووضع الحلول التمويلية لتوفير البنية التحتية في المناطق الجديدة وعند اصدار مخططات التقسيم تم اصدار القرار رقم 788 لسنة 2024 بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون رقم 3 لسنة 1994 بشأن تقسيم الاراضي والذي تضمن تحديد المناطق التي يسمح فيها بالتقسيم وربط التقسيم بلزوم توافر البنية التحتية لاراضي التقسيم وتوصيلها بالبنية التحتية الرئيسية واوضحت الرمح بان قرار استحداث ألية تحديث البنية التحتية في مخططات التقسيم الرئيسية يجسد الاهتمام الذي تليه الحكومة لقطاع البنية التحتية كدعمة أساسية لعملية التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات الجديدة في مملكة البحرين ويأتي القرار تأكيدا لتفعيل الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي في عملية التنمية الاقتصادية بوجه عام والتنمية العمرانية على وجه الخصوص ونوهت سعادة الوزيرة باهتمام معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة الوزارية للمشاريع التنموية والبنية التحتية بكافة المشاريع والمبادرات المعنية بالقطاع كما أشرت سعادتها إلى أن القرار الصادر يتضمن تعديلات على قرار تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير ومن المتوقع أن يسهم هذا القرار في تنشيط التداول العقاري في المملكة ويعزز التنمية العمرانية والاقتصادية ويشجع على زيادة الاستثمار والتطوير العقاري ترجمة نانسي قنقر